اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن التحالف الدولي اليوم نحو بيئة مقاتل من داعش استسلموا فرقة السورية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وتم اخراجهم من المدينة الى ان المتحدث باسم التحالف الكولونيل رايان ديلان اوضح لوكالة رويترز ان التحالف يتوقع قتالا صعبا في الايام القادمة وفي وقت سابق افادت وحدات الحماية الكردية ان تنظيم داعش على وشكل هزيمة فرقة ومن الممكن استعادة المدينة كليا اليوم او غدا اعلن وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتس الجمعة ان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة سيقبل باستسلام عناصر تنظيم داعش فرقة بشمال سوريا وقدر التحالف الدولي في تقريرا الخميس ان احو 4000 مدني مازالوا موجودين فرقة ومعظمهم محتجزون كدروع بشرية من قبل 300 الى 400 مقاتل من تنظيم داعش اعلن مصدر عسكري عراقي ان الجيش العراقي انزل اعلاما لاقليم كردستان كانت مرفوعة جنوب محافظة كاركوك واستبدلها بالعالم العراقي واوضح المصدر في تصريح صحفي ان قوات للجيش العراقي دخلت المنطقة في اطار خطط لاعادة الانتشار في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البشمرقة خارج حدود اقليم كردستان كما افادت الانباء عن اقوع الشباكات عنيفة بين الحشد التركماني والبشمرقة في توس خرمات جنوب كاركوك تستعد كوريا الشمالية لاطلاق صاروخ باليستي قبيل منورات بحرية امريكية كورية جنوبية مشتركة مرتقبة الاسبوع المقبل بحسب ما ذكر تقرير صحفي في سول السبت نقلا عن مصادر حكومية ومن المرجح ان تثير تلك المنورات غضب بيونج يانج التي سبق ان حذرت من اي مناورات مشتركة نددت ممثلة الامم المتحدة الخاصة للاطفال فيرجينيا جامبا الجمعة امام مجلس الامن الدولي بتعرض اكثر من خمسمائة مدرسة لهجمات في دول تشهد نزاعات في العالم في غضون ستة اشهر فقط وكانت فيرجينيا اعلنت عند تقديمها التقرير السنوي للامم المتحدة حول الاطفال والنزاعات المسلحة قبل اسبوع ان الاطفال باتوا وقود النزاعات اظهرت بحوث طبية حديثة ان لفاكهة التوت الازرق نفعا كبيرا بالنسبة للاطفال مضيفة انها تساعد ادمغة الصغر بشكل كبير على اداء وظائفها وبحسب ما نقلت صحيفة تليغراف ان اطفال الابتداء يؤدون الواجبات بدقة وسرعة اكبر تناهز 10% حين يتناولون مشروبات التوت ويحتوي التوت على مركبات الفلافونويد ويقول خبراء الصحة انه يعود بعدة فوائد على الجسم مثل مقاومة الاكسدا نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة